يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم أحلى صبايا وأحلى متابعات لقناة فكرة وطبخة مع أم أحمد لو أول مرة بتزوروا القناة بتمنى تنوروني بالاشتراك وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم أي فيديو جديد بنزل على القناة أهلا وسهلا فيكم بوصفة جديدة وصفة كثير مميزة بالطعام والشكل اليوم وصفتنا لليوم كعكة سريعة بسيطة بدون أي أدوات كهربائية وهي بحبتين بيد بدرجة حرارة المطبخ بضيف لهم ضرف من الفانيلا وكوب من السكر طبعا تخفقهم كثير منيح حتى يتغير لون البيض عندي وأحس إنه صار وقت إنه أضيف المواد السائلة بالنسبة للمواد السائلة هي نص كوب من الزيت وكوب من الحليب وأنا هون الحليب استخدمته ساخن طبعا بضيف عليهم كوبين من لطحين المنخول المتعدد لإستعمالات طبعا مع ضرف من البيكين باودر وبقلبهم كثير منيح وهي هي كعكتنا الشهية اللي عن جد لو جربتوها رح تحسوا إنه هي إدمان بسيطة جدا بس بتطعم كثير كثير مميزة وراقية بقلب كل المكونات بالإثباتي لو أتأكد منها وبجيب جات عندي اللي رح أدخلها للفرن ويفضل إنه جات نفسه جات التقديم لإنه إحنا راح نشربها طبعا هون أنا ضفت ربع ملعقة زيت مع ربع ملعقة تحين خلطتهم مع بعض ومسحت فيهم الجوانب وأسفل الصينية الخبيز حتى أعمل طبقة بأساس إنه كعكتنا ما تلتسق طبعا هون أنا ضويت الفرن على درجة حرارة 180 والشبك عرف الوسط أسهل كعكة ممكن تخطر عبالكم على فكرة أنا عملتها اليوم بدري يعني الصباح وهم نايمين وتقريبا يعني على ال11 كانت جاهزة للتقديم ما شاء الله عن جد إنها شهية ومميزة بعد ما طلعت الكعكة من الفرن عملت فيها فتحات بأي أداة عندك ممكن تعملي أو بالمثلا بالملعقة الخشبية أي أداة المهم اعمل فيها فتحات حتى تضمني إنه تتشرب منيح بالنسبة لخليط التشريب هو عبارة عن كوبين من الحليب دفت لهم ثلاث ملاعق من الكاكاو الخام الغير محلة مع ملعقتين من السكر أو ثلاث ملاعق من السكر كيف ما بتحبوا الحلة لأنه هون إحنا الكاكاو مر بقلبهم على البارد كثير منيح ليصير عندي هيك شراب داكن غني بالكاكاو برفعوا على الغاز مجرد إنه يسخن هون أنا رح أضيف قطع من الشوكولاتة أي نوع شوكولاتة عندكم بس مش رح أضيفهم هلأ رح أضيفهم ليسخن الخليط معي حتى الدوب الشوكولاتة بحرارة سخونة الخليط هيك الخليط صار جاهز رح أصبه على الكعكة وأشرب فيه كل الكعكة حاولوا توزعوا كل الكمية على كل أجزاء الكعكة لأنه هو ساخن هي رح تشربه مباشرة هلأ هون رح أحضر للكريمة هي عبارة عن ضرف كريمة مع نصف كوب من الحليب المثلج أو ممكن تستخدموا بدل الحليب ماء بخفقهم كثير منيح لا تصير الكريمة بهذا القوام يعني ما بتأخذ أي وقت لا ترتفعوا على فكرة هاي الكعكة ممكن تحضريها لو جاي عندك ضيور يعني تعتبر من الكعكات اللي عن جد كثير مناسبة لأي مناسبة يعني أنا معتمديتها من زمان وبحس إن طعمها كثير مميز مع إنه الكريمة فيها هي الطبقة الإضافية اللي أنا يعني ما بفضلها كثير لكن بهاي الكعكة لأنه فيها تشريب قبلها طعطي طعم كثير مميز هلأ كل كمية الكريمة اللي طلعت عنا بنوزعها طبعا بنحاول نفرد الكريمة بأي أداة متوفرة عندك أو ممكن إذا مش متوفرة هاي الأداة ممكن بسطح الملعقة حب أحكيتكم عن الكريمة هون ما تخلوها مرنة بدنا إياها سميكة حتى تعطينا طبقة وقت ما نقدم تكون الطبقة منيحة ومتماسكة ممكن هاي الكعكة كمان ما تأخذ أي وقت بالتلاجة يعني مجرد نص ساعة ونقدمها لو مستعجلي لو جايك ضيوف على فجأة يعني سهل إنه تجهزيها وتقدميها هلأ ممكن إحنا نرتب السطح بهاي الأداة أو بالملعقة العادية بسطحها أي أداة متوفرة عندك بس بالنتيجة النهائية رح نعمل لها شكل أحلى من هاد الشكل حتى تكون وقت التقديم لأنه هون ما في أي طبقة تغطي طبقة الكريمة فبنا نخليها تكون بشكل أحلى هلأ أنا حبيت أعمل فيها خطوط بالشوكة مجرد خطوط خفيفة بتعطي شكل أجمل من لو كانت سادة هلأ رح تحسوا إنه وقت تقديم القطعة وتقطيعها رح يكون فيها الخطوط هاي عاملة شكل أحلى من الشكل العادي هيك خلاص الكعكة جاهزة للتقطيع طبعا بكل مرة بنقطع بالسكين بنحاول نمسح السكين حتى ما تخرب شكل الكريمة الخارجي طبعا بكمل تقطيعها تقطعوها القطع اللي أنتو حابين يكون حجمها بتكمية وهون أنا زينتها بالورد المجفف طعمه كتير كمان طيب ورح أضيف عليها الجوز المكسر ممكن أنتو تزينوها بأي نوع مكسرات عندكم أو ممكن ما تزينوها وتضلها بالشكل النهائي بكل أشكالها هي حلوة وطعمها أشحى من شكلها مع أنه الشكل لحاله أكيد يعني أنتو شايفين أنه بحكيها هلأ رح أفرجيكم القطعة كيف مشربة أجزاء وأجزاء وطعم السوس اللي شربناها فيه يعني هيك عامل الكعكة طعم آخر كل الطبقات مع بعض معطية طعم كتير مميز متأكدة لو جربتوها إلا تعجبكم كعكة كثير سهلة وبسيطة بخطوات واضحة ومضمونة والأحلى من هيك ما بدها أي أدوات كهربائية وسهل إنه تحضريها بشكل مسبق وتغل فيها بالنيلون الغذاء وتحطيها بالتلاجة وممكن ليومين تضلها محافظة على شكلها ما تتغير ولا طعمها شوفوا لي على هالقطعة بله عن جد يعني بتستاهل إنه نجربها حتى لأولادكم لعيلتكم شايفين طعم فيها أكثر من مميز ما شاء الله عن جد من الكعكات الناجحة اللي بتستاهل إنه نجربها بخطوات بسيطة ومضمونة أتمنى إن شاء الله إذا عجبتكم الوصفة تدعموها بالضغط على زر الإعجاب ومشاركتها مع أصدقائكم معرفكم على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد إنكم تضغطوا على إشارة اللايك هذا بيدعم الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ويظهر الفيديو في أكثر من موقع بتمنى إن شاء الله إنكم تدعموني وإذا لسه مش مشتركين بالقناة ياريت تنوروني بالاشتراك شكراً لكم يسعد كل أوقاتكم أهلا وسهلا فيكم ترجمة نانسي قنقر